وهنا عايزة أتوقف عن شيء مهم جداً نتيجة لمعرفتي الدقيقة بأجندة الهابيتات الهابيتات لما بيعمل المنتدى الحضري العالمي دايماً بيختار مدن صغيرة لتنظيم هذا المنتدى لأنه بيدرك أن اللوجستيات وصعوبة النقل والتحرك للأعداد الكبيرة من المشاركين لو هو بيتنفس في مدينة كبرى ممكن يسبب ضغط وأزمة داخل المدينة الكبرى ولكن كان التحدي أن نختار القاهرة لأن تكون هي التي تستضيف هذا المنتدى ثقة من الدولة المصرية مع كل المشروعات التنموية الكبرى التي تعملت في القاهرة الكبرى أن القاهرة ستكون قادرة على تنظيم واستضافة هذه الفعلية المهمة جداً والأهم أن الحقيقة القاهرة بتتميز بثراء التجارب العملية لكل البرامج والمشروعات التي يتبنيها برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية أو الهابيتات وحدد حضراتكم ما المقصود بذلك أجندة الهابيتات بتبقى بمعنية من بدءاً من التخطيط العمراني والتخطيط الاستراتيجي مروراً بتنمية المدن والمناطق الريفية تطوير العشوائيات تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر لمحدود الدخل مشروعات البنية الأساسية مشروعات النقل الحضري مشروعات تنمية وتطوير البيئة إذا نظرنا للقاهرة سنجد كل هذه البرامج تم تنفيذها داخل القاهرة الكبرى بدءاً من التخطيط وتنمية مدن جديدة زي المدينة اللي احنا موجودين فيها اللي بتعتبر جزء من إقليم القاهرة الكبرى مروراً بمشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الميسر اللي نجحت الدولة المصرية في تنفيذ أكتر من مليون وحدة سكنية في هذا البرنامج الكبير جداً تطوير المناطق الغير أمنة والمناطق الخطرة والعشوائية وتطوير وتحسين جودة الحياة لأكتر من 300 ألف أسرة كانت سكنة في هذه المناطق مشروعات النقل الحضري العملاقة اللي اتعملت على مستوى الجمهورية كلها المشروع ودرة التاج للجمهورية الجديدة مشروع حياة كريمة واللي النهاردة بيعني بتطوير وجودة وتحسين جودة الحياة لأكتر من 60 مليون مصري بيسكنوا في المناطق الريفية فالحقيقة الحمد لله القاهرة الكبرى بتعتبر نموذج واضح جداً لكل التجارب اللي بيتبناها برنامج الأمم المتحدة الهابيتات الأهم يمكن اللي حضراتكم ممكن ناس كتير ما تعرفهاش إن البرنامج نفسه شارك معنا في التخطيط وتنفيذ لعدد من هذه المشروعات وإحنا دايماً بنقول إن إحنا بنستعين بالخبرات الدولية وبجهد المؤسسات الدولية معنا في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات اللي بتقوم بيها الدولة المصرية مرة أخرى يمكن أنا حابب إن أنا أكد إحنا موجودين في العاصمة الإدارية كنموذج للمدن الجديدة اللي العالم كله بيحتاجها النهاردة وبالذات الدول النمية والدول النمية النهاردة في ضوء تسارع الزيادة السكانية هناك تخطيط وتنمية لمدن جديدة لازم تنشئ عشان تستوعب زيادة السكانية موضوع التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن موضوع مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات النقل الحضري اللي بيروج إليها برنامج الهابيتات إن يبقى فيه مشروعات لمترو الأنفاق والشبكات الترام والأوتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة وكل ده بيتم النهاردة جوه القاهرة يعني بالمصادفة الشديدة يمكن قبلها قبل لقائي وتشرفي باللقاء مع السيدة المديرة التنفيذية كان هناك اجتماع بخصوص حياة كريمة وبنتكلم على بدء المرحلة التانية من المشروع والإسراع مع كل الجهات في تنفيذ هذا المشروع الكبير الحقيقة الزيارات الميدانية اللي حضركم بتابعها معانا بنبقى دايما بنركز على كل المشروعات التنموية اللي يهمها وبتستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري كل المشروعات دي هدفها المواطن المصري وتحسين جودة الحياة للمواطن النهاردة والأولادنا للمستقبل دايما بقول المدن الجديدة اللي بتتعمل واللي بننشئها النهاردة ما بننشئهاش لي نحنا احنا بننشئها لأولادنا المدن الجديدة اللي احنا بنعيش فيها النهاردة اتبنت من 30 سنة فاتت اتخططت وتبنت من 30 سنة فاتت احنا اللي بقينا عايشين فيها النهاردة فعشان كده جيل المدن الجديدة اللي موجودين النهاردة فيه احنا كعاصمة ادارية ودي تمثب كسر للقاعدة لان احنا نجحنا ان العاصمة الادارية الجيل اللي بيبنيها يقدر ان هو يستفيد منها ايضا ولكن عادة كل المدن الجديدة لما بتنشئ بتبقى بتستهدف اجيال مستقبلية فعشان كده يمكن النهاردة الحمد لله اعتقد حيبقى قاهرة وان القاهرة تبقى هي المضيف لهذا المنتدى الحضري العالمية هتبقى فرصة هائلة لكل الخبراء العالميين ان هما يروا التجربة المصرية الفريدة في كل مناحي وبرامج الامم المتحدة الهابيتات ويشوفوا ويتعرفوا على الجمهورية الجديدة بحق اللي الدولة المصرية شرعت في بنائها على مدار العشر سنوات الماضية انا بشكر حضراتكم وان شاء الله بنتمنى ان يكون النسخة القادمة من المنتدى الحضري العالمي نسخة ناجحة بكل المقاييس في ضوء العدد الكبير اللي ان شاء الله سجل بالفعل واكد الحضور هناك اكتر من 59 وزير من مختلف الدول اكتر الحضور ولسه العديد بيؤكد من هنا لغاية الشهر القادم فان شاء الله بكل المقاييس تكون هناك نسخة ناجحة واستثنائية من هذا المنتدى الحضري العالمي اشتركوا في القناة